منذ فترة عونت مع زميل في المعهد الشرق الأوسط السفير السابق روبرت فورد على كتابة مقال في مجلد الفورن أفيرس وكان التايتل تبع المقال The Long Game في العراق يعني اللعبة طويلة المدى في العراق للولايات المتحدة وهذه اللعبة هي ترتكز على المقاومات التي تكلمت بها وتكلم بها السيد ويلكرسون يلي هي الدبلوماسية الناعمة يلي هي المجال الاقتصادي المجال المنح الدراسية للتعاون في مجال الثقافي في المجال الأثرات المعونة التي يمكن هناك تجارب أمريكية كثيرة على هذا الصدد في المنطقة أيضا المعونة التي تعطى في خبرات لا تستطيع مثلا إيران أن تساعد العراق فيه والعراق بحاجة إليه في قطاع المصرفي في قطاع التكنولوجيا في قطاع الثقافي هناك لدينا قدرات نستطيع أن نعطيها يعني نشارك نعطيها أو نساعد على العراقيين في الحصول عليها وإيران ليست بصدد أعطائها أو لديها التقنيات لمساعدة العراقيين في هذه القطاعات طيب أرندا أبقى معك في ضيفي في الفقرة الأولى سيد سرمد البيت تحدث أن قائن زار العراق طالب بالتهدئة وقامت جماعات مسلحة موالية لإيران بنفس اليوم باستهداف قواعد عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية في قاعدتين بلد وفكتوريا هل لدى واشنطن تصور على أسباب هذا النقاء موجودة في بغداد يقولهم لا تضربون أو تهدئة في المقابل في ضربات ليس لدي معلومات خاصة بهذا الموضوع خاصة بهذه النقطة بالذات ولكن أراه من الصعوبة بمكان أن تتصرف ميليشيات ممولة من إيران مدربة من إيران تابعة لإيران بأن تقوم بضرب منشآت في وجود عسكري أمريكي أو وجود تحالف بقيادة الولايات المتحدة أمريكية من دون موافقة على الأقل أو من دون عدم فيتو على الأقل من الجانب الإيراني يعني يمكن تعتبر أن هذه مناورة من الجانب الإيراني هذه مناورة ونرى أن الإيرانيين استعملوا مثل هذه المناورات خاصة عندما بدأت المفاوضات بين الولايات المتحدة الغير مباشرة وإيران الصراع على الساحة العراقية هي جزء من المغدس أوبرنداي التي تتبعه الحكومة الإيرانية في التعامل في هذه المفاوضات النووي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر